من الاخبار الجيدة انه احدى الشركات قدمت لمنتخب مصر عرضا للقاء المنتخب المغربي المنتخب المغربي النهاردة من اوائل الفرق في العالم يعني وهناك اتصالات ان احتمال يكون في مباراة ودية في شهر يونيو هل الاتحاد حيوافق ام لا طبعا ده تبقى رغبة فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني نادي سيراميكا جاله خطاب من ربطة الاندية عدله ملعب مواجد تحاد سكندري اللي هتبقى في الجولة ستة وعشرين هتتلعب في استاد القاهرة بدلا من استاد السلام ده برضو من الاخبار الهمة على التوالي الاخبار اللي مزعلاني شوية انه امام عشور تالت مرة ما بيشاركش مع فريقه والمباراة انتهت بالتعادل الواحد واحد متلاند مع اولبورج دي مباراة تجنب الهبوط يعني كان حينافس فما فيش فبقى في مباراة تجنب الهبوط يعني اخر لقاء بيه كان قدام سلكبورج يوم 19 مارس وكان تلاتة تلاتة يعني هم في الجدول ده هم متصدرين فما عندهمش مشكلة لكن اولبورج لانه بياخدوا جزء من النقاط اللي هم نازلين بها اولبورج عنده تسعتاشر نقطة كمان كوكا سجل لفريق الانيا امام انطاليا سبور لكنه ما كانش كافي لانه خسره تلاتة واحد كوفاتش المدير الفني لفولفسبورج قالك انه مش ممكن نهمش عمر مرموش عشان سواء راحل او عشان الصيام احنا متضايقين انه ماشي لكنه دي سنة الحياة ده عالم الاحترام قال صيامهم ليس بالامر السهل يعني لكن انا ما عنديش مشكلة دادنهم والتزامهم وخضوا المباراة امر رائع انتوا عارفين انه خلاص هو عمر مرموش عقد انتهى هو بيعرف يفكر على فكرة ورايح لنادي انتراخت فرانكفورت الف سلامة على محمد معكازي ده لعب نادي الرجاء المغربي من اللاعبة الجيدين جدا اصيب بكسر في دراعه والنادي اعلن انه هيغيب لكن ما اعلنش انه هيغيب قد ايه اعلن في بيان انه مصاب وانه لن يشارك في الفترة القادمة لكن هل سيلحق ام لا يلحق ده السؤال اللي لسه محدش يراف له جواب هيلحق بمباراة الاهلي ام لا انا بعتقد المباراة الاولى على الاقل لح تبقى صعبة ده وجهة نظر على فكرة ده من اللاعب المهمين ودائما بنتمنى لكل اللاعبين السلامة والشفاء ان شاء الله بعد تقارير الصحف العالمية بتقول انه يعني السعودية عايزين يبقى عندهم في الدوريات في الدوري بتاعهم حوالي خمسين نجم لانه ما زالت فكرة تنظيم كاس العالم كبيرة عند الاخوة الاعزاء في المملكة العربية السعودية ده شبكة اي اس بي ان اللي بتقول كده عايزين لعيبة من المانيا ومن فرنسا ومن انجلترا من ايطاليا ومن اسبانيا من كل الدوريات الكبيرة يعني والوزارة نفسها وزارة الرياضة انك بتدعم هذا الامر يعني لكنه زي ما حصل مع كريستيانو رونالدو قالوا انه باستثناء ميسيا هتبقى المرتبات في العادي يعني في المقابل كريستيانو رونالدو بعد رحيل جارسيا هو طالب زين الدين زيدان يدرب الفريق لانه عاش ازهى لحظاته مع زين الدين زيدان في ريال مدريد هل هذا الامر سيقابل بالقبول اولا من ادارة النادي وبالقبول ايضا اولا من زين الدين زيدان ده امر كلنا لسه مش عارفين له اي حاجة لكنه المهم كمان موضوع ميسي كتير جدا من التوقعات بتقول انه ميسي بيستعد للعودة الى برشلونة مرة اخرى الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو ده صحفي مقرب جدا من ادارة برشلونة بيقولوا انه هم شغالين من نهاية شهر مارس على عودة ميسي مرة اخرى في كل الاحوال تجربته مع باريستان جيرمان لم تكن ناجحة بشكل واضح يعني لكنه ظل ميسي هو من وجهة نظري هو الاعظم في العالم خلان روح لفاصل ونرجع التاني موسيقى